طيب احنا كنا بنتكلم على سيد عبدالحفيز والصراع الدامي داخل مجلس دارة النادي الاهلي لاستمرار مدير الكرة في الموسم اللي جاي ولا لا قلتلك كمان ان احنا هنتكلم عن تشكيك النادي الاهلي في الحيثيات الخاصة اللي اصدرتها لجنة الانضباط في الفترة اللي فاتت واللي على اساسها تم معاقبة محمود عبدالمنعم الكهرباء بالاقاف لنهاية الموسم طيب ايه بقى اللي بيعمله النادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت الناس افتكرت ان النادي الاهلي سكت بعد البيان بعد الكلام اللي صدر بشكل رسمي من مجلس الادارة بعد الاجتماع الطارق ان النادي الاهلي رافض العقوبات ان النادي الاهلي طلب الحيثيات ان النادي الاهلي كمان بيتتبع العقوبة وفي نفس الوقت بدأ يجهز ملف لتخفيف او لازالة العقوبة تاني عشان تبقى انت عارف ان النادي الاهلي طلب ايه في العقوبات اللي صدرت من لجنة الانضباط النادي الاهلي غير معترف اصلا بالعقوبات دي ناحية تاني في اتحاد الكرة بيؤكده ان النادي الاهلي معترف بدليل ان لا جونيور اجاهي لعب ولا ياسر ابراهيم لعب وان شايفين في اتحاد الكرة وان اتحاد الكرة شايف ان المبررات اللي صاقها النادي الاهلي عبر المتحدث الرسمي ليه مبررات طبعا قال ان استبعادوا قبل كده لا استبعادهم سواء اجاي او ياسر ابراهيم لأسباب فنية اللي حصل بقى خلال 48 ساعة نال الاهلي عمل ايه نال الاهلي شكل وفد من خالب مرتجي ومحمد عثمان اللي هو رئيس الشؤون القانونية في نال الاهلي ومحمد مرجان المدير التنفيذي وراحوا الى مقر اتحاد الكرة ليه راحوا وللمقر اتحاد الكرة راحوا علشان يتأكدوا من السيدي اللي تم ارساله من اللجنة المنظمة في ابو ظبي اللي كانت مسؤولة عن المباراة من المسؤولين هناك وشافوا السيدي الخاص به العقوبات شافوا اللي لجأت ليه لجنة الانضباط علشان تتخذ عقوبة كهرباء تحديده لكن في نفس الوقت ليه كمان اتعامل دوت لان محمد الخطيب اتصل باحد المسؤولين في ابو ظبي او في اللجنة المنظمة او عن قناة ابو ظبي وهم كانوا صحابه وبيطلعوا مع بعض طبعا انت عارفين مين فاكدوا ان القناة ما طلعتش اي حاجة او اي سيديهاية على غير اللي قاله محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة بالاتحاد الكرة انهم استلموا بالفعل السيديهاية الخاصة بالعقوبات او بالازمات اللي كانت موجودة في مباراة السوبر طيب ايه لا هيحصل خلال الفترة اللي جاية فيما يخص عقوبة كهرباء تحديدا وشكبالة عشان حررتك تكون في الصورة انا يعني تواصلنا مع المسؤولين في اتحاد الكرة وهناك خلافات حدة داخل اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة بشأن تخفيف العقوبات البعض داخل اتحاد الكرة ومش هقول اسماء شايف ان لابد من اقرار العقوبة من جانب لجنة الاستئناف اللي بيرقصها المشار عادل الشرباجي رئيس اللجنة البعض الاخر شايف ان العقوبات اللي صدرت خلاص يعني اتحاد الكرة بيّن صرامته وحزمه من خلال لجنة الانضباط بالعقوبات اللي تم اصدرها سواء بعقوبة كهرباء بالاقاف لنهاية الموسم او بعقوبة شيكبالة بالاقاف تمام مباريات ليه بتكلم على كهرباء وشكبالة تحديدا ما بتكلمش على الجونيور اجايي وياسر ابراهيم اللي هم موقفين تلات مطشاط او بقيت العقوبات الخاصة بامام عشور والكلام ده كله ليه كهرباء وشكبالة لان هما دول النجمين هما دول العقوبتين الاجبر ودول اللي ممكن خلال الفترة اللي جاية يبقى فيهم كلام يعني ايه فيهم كلام يعني ممكن تتخفف العقوبات ممكن وارد جدا ممكن كمان يبقى فيه مساواة في عقوبة شكبالة وعقوبة كهرباء وارد جدا وارد جدا ده مش كلامي ده كلام على المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنة الاستقناف اللي انا تواصلت معاه واكد لي ان لسه الغايد دلوقتي هو ما اطلعش على المستندات او الحيثيات اللي اصدرتها لجنة الانضباط او اللي خدتها على اساسها لجنة الانضباط لكن في خلافات ما بين الاعضاء داخل اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة بشأن تحفيف عقوبة كهرباء وشكبالة في خلافات ده الخبر المؤكد النادي الاهلي بيشكك في الحيثيات وارسل خالب مرتجي وارسل وفد مكون من 3 او 4 اشخاص كان من بينهم خالب مرتجي عضو مجلس الدارة النادي الاهلي ده الكلام ده حصل خلال الفترة الاخيرة